كيف أخذتها؟ لم أخفت أن تبدل الوائل الكلوب بالإسبرانس وللعبت لم تقبل أي شيء أو عادي ما هو عندي بشي نخاف اليوم نجي نفلت معناها فرصة وكوني نلتحق بفريق كبير كما ترجي ونقعد نستنى وعلى أمله وكوني أنا نرجع للنجل الإفريقي مع كل احترامات الإفريقي فريق كبير وكل شيء وأنا قلت لك طلعت فيه إعادة سامحني أخي أنا ما عنديش كاريير نتحق بها ما عنديش مستقبل ما عنديش طموحات ما عنديش فهم أنا وحبيت تندحق مشوية 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 مش انتقام لا لا اخترت جيفيدة شواء ونتحمل فيهم المسؤولي ومن شواء اللي عملتهم يخصوا كارييري ويخصوا مستقبلي الكروي وحياتي بلوتار اللي الحمد للله معناتها واحد كعمل كاريير بعد معناتها ما عنديش ديروغري حتى حد ما يعطيك حتى حد تقدون عايش قتلك انتقام الهدف اللي سجلتو في الدرابي الفرحة كانت هستيرية قلت هيك مغلغة حتى نفسروا هذه قلت لك أنا راني كيف فرحة هكاكة ولا حاجة مشروع معناتها انتقام ولا حبيت تظهر قلبي معي صحيح انا تعرضت معناتها لشوية مشاكل وتجاهل وتسكتو فيه اما يا اخوة انتي داخل اليوم الجمعية ليس نمبرت كالجمعية داخل الترجل الشيخ الانديا وجاء من نادي الافريقي نادي الافريقي نادي الافريقي نادي مسؤولية كبيرة دونكي انت بش تجي دعنا نحكيه يعني كارت سورتا بالراوة وتمركي بونتو في خيقة تسعة وثمانيين وشنو بشتعم نجم تحط روحك انتي في بلاستي فم لعبية ما يفرحوش لا 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 ما تفرحش ويطلبوا اسماح ايه انا بشنو طلب اسماح على شنو على شنو بشنو طلب اسماح الناس اللي فيكندي كيفاش تعم فم لعبية يقولك لي ان نفرح وما يهمني ايشو من لعبية اخرى يقولك لي ان نحرم انا سجلت هدف مع فريق اللي وقتا ننتميله ونلعب فيه فرحت تقولي بطريقة نحيط المريول اخويا كان فما ناس شافتها معاناها مونك دوريس بي او شافتها بمنظور اخر مثال اشماله واحد يقول اخويا راني ما نقصد شي وراني فرحت وكذا لكن اخويا نفرح هنا في جامعية كيمة الترجي نلعب فيها ما نفرحش وما يقول ما يقول وليد الهيش يلعب معانا وما فرحش ايه 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 تحسبها وقتها تمركي بونتو فكل ظروف هذيك ايه عندك ما تحسين انا فرحت له جيست اللي عملته سبونتاني على الاخر وما فيه حتى رير بونسيب وليد كيفاش تقبلوها حب الكلوب مثلا في الشارع عاقيدة واقفوك ساركش حاجية تتفكرها مقعدة في بيلك بعض الدولبي بعض الانتقال من من السيبيل اسفيرون معاناها ما قبلتهاش بحكم كيفاش انا معاناها من نادي الافريقي وكنت موجود وكما تحكي انتي قبيلة وفرحت في وقت من الاوقات واذي معاناها ما نخبيهاش انا فهمت اما فما ناس اللي كي نفسر لهم فما برشة كليبستية اصحابي ساعة اصحابي على الاخر واليوم والغضوة يموتوا علي ايه اصحابك متفاهمين انا نحكي على العباد في الشارع فما الناس اخرين تعوى هاني انا وكمتاكت مع الناس على الفيسبوك ولا على انستجرام فما الاف الناس كليبستية يحكيوا معايا وليدة لانا نحببوك فما بيانسير الناس المتعصبة اللي معاناها تحكيلك حدا توصل تقول لك كليم مش بيتي انا دين تجاوزوا وانا تعمل في بابليرات والمونت ما عندي حتى مشكلة اللي يحب يسب يسب خوية من هنا الغضوة وبينه وبين مولاه واللي يحب يقول كلمة خير بارك الله وفيه